ثانية من الانتخابات البرلمانية الفرنسية المبكرة تحمل فطياتها تغيرا في المشهد السياسي لكن الشكوك تحوم حول الوضع الاقتصادي الذي يعاني مؤشرة ضعيفة واليوم يواجه صناع السياسة الفرنسية تاركة ثقيلة في أداء سابع أكبر اقتصاد في العالم وتظهر المؤشرة أن الدين العام بلغ مستوى 111% من الناتج المحلي هذا العام متجاوزا ثلاثة تريليونات ومئتي مليار دولار بعدما سجل العجز السنوي للاقتصاد أكثر من 5% العام الماضي وهو ما دفع وكالة ستاندرد اند بورز إلى خفض التصنيف السيادي مديونية هائلة تكبح إمكانات النمو والنشاط في مفاصل الاقتصاد بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة لمجابهة خطر التضخم النمو الاقتصادي في البلاد لا يزال يتسم بالتباطئ حيث توقع البنك المركزي تسجيل نمو يقل عن 1% هذا العام مقتربا من ذات المعدل المسجل العام الماضي التقلبات السياسية والمؤسسية في باريس فقمت مناخ عدم اليقين وتسببت في تأجيل قرارات الاستثمار والتوظيف مع ارتفاع علاوة المخاطر التي قفزت من 50 نقطة إلى 80 في فترة قصيرة بما زاد أسعار السندات السيادية وضغط على الاعتمان الخاص النخب الفرنسية بدت تواجه تحدي شبح ارتفاع الإفلاس إذ قفزت حالات التعثر بين الشركات بصورة مثيرة للقلق خلال العام الماضي إلى 55 ألف حالة إفلاس تضخم وفوائد مرتفعة وتباطئ في الاقتصاد مع تنامي الديون وزيادة تكاليف التوظيف مؤشرات تجعل مهمة البرلمانيين الجدد محفوفة بالمخاطر